يسعد لي مساكم الله يعطيكم أنفعا فيه بالنسبة لسؤال الأخوة المشاهدين بالنسبة لحساسية الحنجرة اللي أنا بعدين فهمت أنه أصدق أنه على السعلة والحرقة اللي بتصير خاصة وقت شمل روايح لهذه الشغلة بتكون عند كتير ناس سبب تحسسي تحسس سبب وراسي غالباً بيكون موروس من أحد الأبوين طبعاً بدرجات متفاوتة عند كتير ناس وهذا الشي بيتحرض بتعرض لروايح مخرشة روايح مخرشة طبعاً متنوعة أغلبيتنا بيعرفها منها التدخين والتدخين السلبي كمان مو شرط بس الشخص اللي بيدخين منها التعرض لروايح المنظفات الأوية لكلور والفلاش والعطور الأوية كمان حالات البرد الشديد أحياناً أحياناً الحرر الشديد بالصيف إذا كان في حرب يحرد ارتكاس أنفي بنفس أعراض التحسس اللي بيصير فيه سيلان أنفي واحتقان أنفي وسعال تحسسي أحياناً وبالنسبة لحراء المازوت مثلاً وبالنسبة لروايح المشتقات النفطية بشكل عام وخاصة بتكون عم تحترق والمهن اللي بيكون فيها تعرض لمستمر لها الشي وتعرض لمواد كيميائية مثل بعض العمال بالمخابر الكيميائية ومثل بعض الصيادة أو طلاب كليت الصيدة اللي بمخابر الكلية وأي عامل ممكن يتعرض لروايح مكنات أو دخنة قوية فطبعاً الحل بهذا الموضوع هو الوقاية قبل كل شي الوقاية هي الأساس بعد الوقاية ممكن نحن ياخد المريض أدوية تحسسية بتخفف الارتكاس التحسسي قدر الإمكان طبعاً أخذ الأدوية ما بيغني عن الوقاية الأدوية بيعرفوها أغلب المرضى هي مضادلات الهستامين الجيل الأول والثاني في أدوية بتكون فيها مشاركات ما بتنفع لك للمرضى لذلك لازم يكون فيه استشارة للطبيب بهذا الموضوع لأنه فيه شي بينفع على مريض ما بينفع لغيره وفيه شي مو بس ما بينفع ممكن يضر فيه شي ممكن يرفع الضغط أو يسبب مشاكل بالبروستات أو زرق بالعين أو أشياء متنوعة أعراض متنوعة أعراض جانبية متنوعة أخذوها ممكن بيعرفو فيها وغير البقاية هي الأساس والعلاج حسب المريض إذا عنده خبرة سابقة بهذا الموضوع وحسب الوصفات اللي ممكن يكون أخذها والله يعطيكنا ألف عافية وشكرا لكم جزيلا